هاتي رغيف عيش وحطيه في المياه اللي بتغلي على النار وتعالوا نعمل بيه اكلة جميلة جدا جدا لما بنكلها من المطاعم بنقول الله هي طعمها حلوة كده ليه ومنبقى مش عارفين هي معمولة ازاي وتخيلوا بقى كمان لما الوصفة التقليد تطلع طعمها احلى من الوصفة الاصلية فانطنش الوصفة الاصلية خالص ونعمل على طول التقليد من كتر حلواتها وجمالها زي ما انتوا شايفين انا حطيت العيش كده وبيغلي في المياه لحد ما يبقى طاري وجميل اوي على طول على طول انا جبت رغيف عيش بلدي وحطيت مياه تغلي على النار مياه ما فيهاش حاجة خالص هي بس مياه وهحط فيها رغيف العيش على طول ينفع ان نحط عيش بلدي او عيش شامي او لبناني زي ما نحب تبع الحاجة اللي موجودة عندنا في البيت اهم حاجة ان المياه تكون بتغلي لما نحط فيها العيش وهنسيبه لحد ما يبقى طاري خالص ومستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يعني نتأكد ان المياه غلية فيه اوي واتغل غلية جواه وبقى طاري خالص هقفل بقى النار خلاص وهناخد رغيف العيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده وهو سخت وهبدأ ان انا افضي كل المحتويات بتاعته جوا الخلاط هاخد كده رغيف العيش اول ما همسكه بالمعلقة هتلاقوا ان هو بيتقطع وبيتفتت خالص هنحطه بقى كده ومش عايزين نخسر ولا فتفوتة من المياه بتاعة العيش يعني هنستخدمه هنستخدم المياه كمان بتاعته خدت كده العيش كله متفتفت زي ما انتوا شايفين وهياخد المياه وهي دافية كده مش هنستنى عليها تبرد ولا حاجة تهدى بس شوية عشان بس ما تبوزلناش الخلاط بتاعنا خلاص كده بقى عندنا العيش محتوط في الخلاط تعالوا بقى نحبش العيش بتاعنا علشان يبقى طعمه جميل قوي ونشوف ايه التحبيشة اللي احنا هنحطها عليه علشان الطعم يبقى يا واعدي هحط كده شوية من التوم المهروس وحبة من الكمون المطحون وشوية ملح وشطة وسكر ما تستغربوش للسكر السكر بيدي تعسيله وطعم حلو قوي وبيوازن القطعم بتاعة الملح مع السكر هنحط بقى كده المكونات بتاعتنا دي على الرغيف المغلي والمياه بتاعته وهنبدأ ان احنا نطعم برضو المياه بتاعتنا بمكونات تانية علشان يبقى الطعم جميل قوي هجيب معلقتين كبار من الطحينة الخام وهنحطها على الرغيف المغلي بتاعنا يعني معلقتين اتنين بس من الطحينة الخام مش هنحط اكتر من كده طبعا احنا لو كنا هنعمل بمعلقتين الطحينة الخام صلط الطحينة كانت هتدينا يدوبك طبق طحينة بس شوفوا بقى الكمية دي هتبقى جميلة ازاي وهنحتاج كمان لرشة من الزيت انا حطة زيت زتون انتو ممكن تحطوا زيت عادي يعني تبع الزيت اللي موجود عندنا واللي احنا بنحب طعمه حطيت كده الزيت وهنحط كمان عليهم من 3 ل 4 معالق من الخل علشان الطعم يبقى جميل قوي خلاص كده المكونات بتاعتنا بقت جميلة مش فاضل غير ان احنا نضرب الحاجات بتاعتنا الحلوة دي في الخلاط هنديها ضربة جميلة كده طبعا العيشة لشان مغلي هتبقى السلطة بتاعت الطحينة بتاعتنا هتبقى نعمة قوي 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 وجميلة ولذيذة جدا خلاص كده احنا ضمننا ان هي الضربة كويس انا عايزة اوريكو السمك بتاعها بقى عامل ازاي كل ما بندربها كل ما بتتقل و بتبقى جميلة بالشكل الجميل ده الطعم والريحة مش قادرة اوصف لكو هي عاملة ازاي والشطشطة بقى بتاعت شوية الشطة والتحبيشة بتاعت التوم والخل والسكر والملح حاجة كده جميلة و ريحة الكمون بجد بجد احلى من صلطة الطحينة العادية برطمان كبير بياخد كيلو العبوة بتاعته بتاخد كيلو تعالوا بقى نشوف نسمي الله كده ونفضي السلطة الطحينة بتاعتنا في الخلاط ونشوفها هتعمل كمية قد ايه تخيلوا هتدينا كمية من سلطة الطحينة لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ما تنسوش تقولولي انتوا بتتابعوني منين وادعموا الفيديو بقى بتاعي باللايك والشير والتابعوني على قناة الوصفة وقناتي والبيج والجروب والانستجرام والتيك توك باسمي شيف اناس عباس ايه نوسة انا نوسة الجمال ده معقولة برطمان وزن كيلو مليان كله بسلطة الطحينة ايوة تعالوا بقى كده علشان انا النهاردة عاملة غدوة جميلة عايزة جنبها كده شوية من سلطة الطحينة هحط كده على طول طبعا دي بتتاكل على طول يعني هي جاهزة على ان احنا ناكلها وهحط كمان طبق تاني يا سلام كل دوت من معلقتين اتنين من الطحينة ايوة والطعم يا جماعة احلى من سلطة الطحينة العادية اللي بنبقى عاملينها بالطحينة وبس طبعا السلطة دي صلاحيتها في التلاجة بتقعد اسبوع وكمان علشان نغطي بقى البرطمان هنحط عليه رشة من الزيت تعالوا بينا اللي احنا ناكله بقى نحط عليه كده رشة من الشطة وكمان رشة من الكمون وطبعا العين بتاكل قبل البق هنرش كمان رشة من البقدونس الجميل كده المقرمش الطازة اللي لسه متقطع حاجة كده جميلة جدا جدا بكده عندنا سلطة الطحينة هنأكلها دلوقتي والسلطة التانية اللي احنا هنشيلها في التلاجة هنحط على وشها شوية زيت ونغطي البرطمان انا عايزة بس اوريكو السمك بتاعها عامل ازاي مش ممكن يا جماعة سمكها تحفة والريحة والطعم اكتر من رائع طبعا لما بيجينا من بره بقى من المطعم لما بنبقى جايبين سمك مائلي او اي حاجة بيبقى حبص غنانين خالص وبيبقى طعمها احلى من اللي احنا بنعملها في البيت فدي كده احنا حققنا المعادلة الصعبة عملنا بنفس طريقة المطاعم بس بنضافته بحلاوة البيت هشيلها في التلاجة بقى لمدة اسبوع واحط عليها شوية زيت وهيكل بقى اللي احنا حبشناها دي بقى الفهن اشتركوا في القناة